يا جماعة شوفوا لي حل أنا جوزي مش ملتزم يعني ايه مش ملتزم؟ ما بيحفظ على السنن زي ما أنا بيحافظ على السنن بس حضرتك مش ملاحظة حاجة؟ أنت بتحافظ على السنن أنت مش لحظة أن جوزك ده أنه مفروض تدعميه ومفروض ما تبقاش فيه معايرة ومفروض أن أي عبادة في الدنيا مكتوب عليها حتى لا تعلم شماله ومأنفقت يمينه يعني المفروض عبادة كتير تظهر فيه لطف أخلاقك مش أن الزيادة في عبادتك تجعلك أكثر وجاهة على جوزك دايما فيه حي يسمعها زي ما فيه الطبقية المجتمعية فيه وجاهة في حي يسمعها الطبقية الدينية تعمل وجاهة دينية لا الدين مش مفروض والعبادة مفروض متعملكيش وجاهة دينية المفروض تعملك رحمة دينية أخلاق دينية فالمفروض الرحمة تزيد عندك وعشان كده فبيحس جوزة أن هي للأسف عملة فجوة بينه وبينه هي فوق وهو تحت زي ما في الطبقية الاجتماعية على طول وكان الأولى أن هي كل ما تتدين جوزة يحس بلطف الله ويحس أن هي نعمة من نعم ربنا فيصبح قلبه معلق بالله لأنه وإيه اللي حصل أن ربنا أنعم عليه بزوجته وزي بعض الأهالي مثلاً لما يربوا أهلهم وخاصة بناتهم مثلاً على أنهم أفضل من زميلاتهم اللي معاهم في المدرسة لأنه هي محجبة هي يجي يقول لي هي الوحيدة المحجبة في المدرسة أنت عارف يا مولانا كم المعاناة اللي بتعانيها ليه طيب؟ لأنها بتحس بالبلاء وتحس بالاختبار مش أن هي بتحس بأن هي عندها مدد من ربنا وحس أن هي في وسط مجتمع لكن هو حسسها أن هي بدل هي محجبة وبقيت المدرسة مش محجبة يبقى هي إيه اللي حصل هي المتدينة الوحيدة اللي في المجتمع المدرسة ما أن المجتمع المدرسة فيه بنات طيبات بس إيه تساوي الطيبة وصدق أن هي متمسكة وقبضة على الجمرة فهي عندها فتنة ويفوس الفتن دي وربنا يعنا أنا ما بتكلمش على فكرة أن واحد يستمر في العبادة بس إحنا ربنا الناس كده على أن استمرارهم في العبادة ده عبء وخلينا أنهم استمرارهم في العبادة ده مش بس عبء محنة فبدأ الدين يتحول إلى محنة عند ولادنا فالبنت بتنظر لزميلتها نظرة دونية فزميلتها اللي مش محجبة تحس معاها بالرفض لدرجة أنهم في بعض الأحيان يقولوا لها ما تلعبيش معاها ما تقربيش منها لاحسن تبهت عليكي وحتى هي طيبة فييجوا بعض البنات وهم بيقولوا أهلهم بس الدين يتزميلت طيبة يفضلوا يملأ قلب بنتهم أسوأ لغاية ما هي ترفض البنت دي لأنهم خايفين على الجوهرة النقية وهذه لاسة سخرية أنا أتكلم على في قلوب الأهالي أن تتلوث بهذه البنت اللي هي في الأساس طيبة وقلبها معلق بالله أنا مش قضية قضية الحجاب أنا قضية اللي بيحصل في النفوس بالعبادة مش ده مراضي الله سبحانه وتعالى أنك تخلي ابنك أو بنتك يحسوا أن هم بدين ربنا بقوا أعلى من غيرهم ويخلوا غيرهم يحس أن الدين ده قاسي ما بيحترمش الناس ولا بيقدر مشاعرهم وبيدوس على الناس وبيكسرهم والدين ده واتخالي من الأخلاق لأن لو كان الدين ده بيخلي الناس عندهم أخلاق ما كانوش يتكبروا على بعضهم أو زي مثلا في الشغل في الشغل كمان تلاقي ناس كده مثلا لو مديرهم ما سمح لهمش أن هم في وقت الصلاة يوقفوا الشغل كله ويعطلوا الشغل كله ويقوموا ويصلوا مع أنه على فكرة ممكن وقت انصرفهم ده يكون قبل اتيان الصلاة الأخرى ويكون مثلا زي صلاة الدهر هيمشوا الساعة اثنين فيبقى عندهم فرصة أن هم يصلوا لكن هو عايز يصلي دلوقتي فمديره إذا ما خلوش يصلوا دلوقتي يبقى كده المدير ده مش بتاع ربنا ونبدأ ندوله على أوصاف بقى أصل هو ممكن يكون على فكرة علماني ممكن على فكرة يكون معادل الدين ونبدأ نوصفه بقى أوصاف بقى إيه اللي حصل إنه هو مدير فاسد إنه هو مدير فاسق إنه هو مدير والعزو الله بيعادي في الدين ويا سلام لما يدخل بقى أغربنا الشخصية ونركبها مع ده فيبقى ما هو انتوا عارفين بقى ظلمه وما وصلش لله هو فيه ده غير إن الحياة كلها والمجتمع كله بيرفع الناس إنه ما بيحبوش الدين ويخلوهم في مقام وفي مكانة أفضل أنا عارف إن الكلام اللي أنا بيقوله ده ده سريع سريع عند بعض الناس عارفين ليه؟ لإن الطبقية الدينية دي مشت في حياتنا كلها تخيل حتى الطبقية دي ممكن يغرسة أهل التدين الكمي ما بين الإبن ومين؟ ما بين الأبن وأمه وأبوه فالطبقية الدينية يغرسة أهل التدين الكمي ما بين الإبن وبين أهله بين أبوه وأمه والناس يفضلوا عايشين كده فيربوا الولد على أنه مثلاً الولد يبقى حاسس أنه هو بالنسبة لأهله المهدي اللي يهديهم يخرجهم من الظلمات إلى النور فالولد كل ما زاد في الدين يبص الأهله باحتقار لأنه أقل منهم في الدين وأقل منه في العقيدة وأقل منه في الحياة والعاذ بالله مع أن أبوه ده مكتوب على جبينه من بات كلا من يده بات مغفوراً له ومع أن الولد مكتوب على جبينه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال وذرة من كبر